بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة مهديهم إلى يوم الدين السؤال دلوقتي هل تصوم الحامل والمرضع في رمضان هل تصوم الحامل والمرضع في رمضان ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني يقصر الاربع يبقوا اثنين ان الله وضع عن المسافر شطر يعني نصف الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم اختلف أهل العلم عليها لو افترض هل هي لو افترض الحامل او اللي بتردع هيكون عليها قضاء ولا يكون عليها كفارة او اطعام كل يوم مسكين لا الراجح عندي اهل العلم ان الحامل او اللي بتردع الافضل ليها الافضل ليها تمام وتسمع كلام النبي لان فيه ستات بتنشف دمخها تمام الافضل ليه انها تفطر واتطلع عن كل يوم تفطر فيه اطعام مسكين ليه بقى لان هي بقى صعبة عليها جدا يعني انت مثلا هي حامل في تسعة شهر او حامل يا عم نقول مثلا شهر رمضان بحاله طب انت حامل جالك عليك شهر رمضان ادي تلاتين يوم وغير كمان عندك عذري شهري اتقضي ثلاثين يوم كلهم في السنة كلها ازاي لانها اتخلص حامل من هنا اتردع من هنا فبرضو عندها نفس العذر وهي بتردع تمام هتنتهي فترة النفاس بعد كده هيجيلها شهورة يبقى عندها عذري شهري فالايامة عندها تبقى كتير جدا فهتصوم ايه ولا ايه انت فاهميني يعني اتخلص حامل فترة نفاس وبعد فترة النفاس هتردع وبعد ما هتخلص وهي في الرضاعة اجيلها العذري شهري فبالتالي يكون عندي ايام عددها كبير جدا 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 سواء على الحامل ولا سواء على الست اللي ايه على الست اللي بتردع فالافضل في هذه الحالة ان هي تفطر وان هي تطلع عن كل يوم اطعام مسكين ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصومة ان يفطر ان شاء وان يطعم عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليهما ولا قضاء عليهما ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى ام ولد له حاملة او مرضعة فقال انت بمزلة الذي لا يطيق اطعمي عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليه وثبت هذا الامر ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأته سألت وهي حبلة فقال افطري واطعيمي عن كل يوم مسكينة نفس الحكم ده يا جماعة بينطبق لو انا دلوقتي جبت واحدة تردع عيل من عيالي الواحدة اللي جات تردع عيل من عيالي طبعا هي مش امه بس جاية تردع عيل من عيالي وهي مضطرة الى ذلك برضو يا جماعة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ولكن الملزم انه يطلع عن اطعام كل يوم مسكين اللي مأجرها مش الست نفسه اللي مأجرها مش الست نفسه لانها في رقبتي وفي عهدتي تمام تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونراكم على خير وتقبل الله من رمضان لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة